تمام كده شباب وبكده اكون سببت برنامج الجوجل كوروم وقدرت ان انا اسببت ويندوز 11 على VBS موقع ديجيتال او سين برامات 8 جيجا وبروسيسور 4 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعضاء ومتابعين قناة مستر بيكا للمعلومات اهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله درس النهاردة نتعلم فيه ازاي نسطب ويندوز 11 على نظام ديجيتال او سين ديجيتال او سين ده موقع بيديك اه حساب تقدر تنشئ عليه VBS الحساب ده بيكون فترة تجريبية لمدة 60 يوم وبتقدر تحصل على 200 دولار مجانا هسيبلك في الوصف ان شاء الله فيديو خش عليه تعرف ازاي تنشئ حساب وتحصل على الفترة التجريبية اللي هو ان عليها وهيزر معاك دلوقتي فوق هنبدأ الشرح على بركة الله بعد ما هنسجن بخول على موقع هنبدأ نخش على عشان نعمل مشروع جديد هنسمي المشروع بتاعنا وبردك هنسمي هنا الاسم اللي احنا عايزينه وهنختار اول اختيار وبعد كده هنعمل وبعد كده هخش على سكيف فور ناو هيبدأ يفتح معنا يا شباب المشروع بالشكل ده هبدأ ادوس على وادوس على اول اختيار هيبدأ يحاولني ليه الصفحة دي هنا عندي المقطقة اللي انا هبدأ احددها عشان اعمل عليها عندك اكتر من المقطقة زي نيويورك وسنغافورة ولندن وغير 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 اختار السيربر اللي ينسبك وبعد كده شباب هننزل ليه الاسفل هنبدأ نحدد على نظام وبعد كده هنختار هننزل ليه الاسفل هنيجي عند هنختار عندنا الكرت الانتل شوف اللي عجبك ايه انا عن نفسي بشتغل على الانتل وبعد كده بتقدر من هنا تختار الحزمة اللي انت عايزها عندك اول حزمة بتبدأ بواحد جيجا رام وواحد بروسسور ومساحة تخزينية خمسة وتلاتين جيجا وترانسفير الف جيجا اختار الخطة اللي تنسبك وبعد كده شباب هننزل ليه الاسفل عشان نبدأ ننشئ كلمة المرور بتاعتنا تمام كده شباب انشأت كلمة المرور ودي مش هكون ضرورية معايا خالص في اه انشاء بي بي اس ويندوز 11 عبدأ انزل ليه الاسفل واسمي هنا اسم او النظام اللي انا عشتغل عليه الاسم اللي اعجبك برضو وبعد كده هدوس على بالشكل ده حاليا يا شباب هو بيعمل تمام كده شباب تم انشاء الخادم الافتراضي بتاعنا بنجاح هنبدأ نخش عليه طيب حاليا كده شباب انا مكارية نظام هبدأ ان انا حوله ليه نظام ويندوز حلو شر هبدأ انزل على الريكابري بعد كده شباب هنبدأ ندوس على تيرن اوف عشان نقفل السيرور بتاعنا وبعد كده هخش على بوت فروم ريكابري ايزو تمام كده شباب بعد كده هعمل السيرور بتيرن وين وره اخرى بعد تفعيل الخدمة هيظر معايا ريكابري كونسول هبدأ ان انا دوس عليها زي من شايفين كده شباب فبدأ يفتح معايا صفحة الاوامر هنتظر لحد ما ينتهي من التحميل بعد كده شباب هيظر معايا الصفحة بالشكل ده هبدأ اختار وادوس على رقم ستة عشان اخش على تمام كده شباب بعد كده هنتوجه ليه الوصف هتلوني ساب لكو الملفات او هتلوني ساب لكو المفكرة دي في الوصف هنبدأ ننسخ الرابط ده هنعمل له ونيجي في الصفحة بتاعتنا ونعمل له لصق وبعد كده هدوس على انتر علينا دلوقتي يا شباب هو بيعمل لنسخة ويندوز حداشر على السيرفر بتاع ديجيتال عشان نبدأ نشتغل عليه ان شاء الله هنستنى لحد ما التحميل ينتهي ونكمل الشرح تماما شباب بعد الانتهام من تنصيب ويندوز حداشر بالشكل ده هيبقى يجيب لنا الصفحة دي خلاص هنبدأ نخرج من هنا وبعد كده هنبدأ نعمل بالشكل ده بعد اغلاق السيرفر هنبدأ نختار مرة اخرى وبعد كده شباب هنبدأ نعمل مرة اخرى وبعد كده خش على ومن تحت هبدأ دوس على زي ما انت شايفين كده شباب بدأ يفتح معايا شاشة الويندوز هبدأ ادوس كليك شمال وارفع عن فوق كده زي ما انت شايفين كده شباب طالب مني رقم اسمه هبدأ ارجع عليه الوصف مرة اخرى زي ما انت شايفين كده دي شاشة اسمها شاشة اللوجن بتاعها اللي هو بتاع الويندوز بتاعنا او البن او الباسورد هبدأ اكتبه بالشكل ده وبعد كده هدوس على تمام كده شباب الويندوز اشتغل معايا هبدأ بعد كده اضبط اعدادات الانترنت عشان مفيش انترنت هبدأ انزل ليه الاسفل واجهانا على شعار الانترنت هدوس كليك يمين وبعد كده هدخل على اوبن نتورك بعد كده شباب هبدأ اخش على اختيار الايزر نت وبعد كده هدخل علشان جالات طر اوبشن هيبدأ يفتح معايا الصفحة دي هاجي على ايزر نت انستانس تو وادوس كليك يمين وبعد كده هنزل على بوروبرتس وبعد كده هبدأ اختار انترنت بورتوكول فيرجن اربعة هدوس اتنين كليك شمال هيبدأ يفتح معايا الصفحة دي هنزل على الاختيار التاني بالشكل ده واجي هنا على خانة الاي بي ادرس وابدأ اكتب الارقام اللي ظهرة معايا تحت دي ابلوك اي بي ادرس والجيتوة والنتموسك هبدأ الاول بالبيوك اي بي ادرس وبعد كده شباب هنزل لخانة السبناتموسك وابدأ اكتب النت موسك بالشكل ده وبعد كده هبدأ اكتب ال spherical بعد كده شباب هنزل على وقبل اكتب الارقام دي وبعد كده هدوس على وبعد كده هدوس على مرة اخرى هنتظر لحد ما يعمل لانترنت تماما شباب لو عملنا اعدادات ولسه المشكلة موجودة والانترنت ما اشتغلش معنا هنبدأ نيجي برضا كده مرة اخرى وندوس على وبعد كده هننزل على وبعد كده شباب هنبدأ نخش على الاعدادات بتاعتنا اللي هي الانترنت ونبدأ نلغي الاعدادات مرة اخرى وبعد كده هدوس على اوكي هدوس على اوكي مرة اخرى وبعد كده هاجي على الايزرنت زيرو بالشكل ده وادوس وابدأ اطبق الاعدادات اللي انا عملتها في المكان ده ابدأ اخش على الانترنت وابدأ اكتب نفس الاعدادات مرة اخرى وبعد كده هبدأ ادوس على اوكي وابدأ ادوس على اوكي مرة اخرى تمام شباب زي ما شايفين كده خلاص هو سحب اي بي والنت اشتغل معايا بكل سهولة هبدأ اقفل الصفحات دي كده خلاص وابدأ انزل الشاشة بتاعة في الاسفل وبعد كده هاجي على داخل موقع وابدأ انسخ الاي بي في فور هعمل له كوب بي الشكل ده وابدأ افتح برنامج ريموت ديسك توب كونيكشن واعمل لسك الاي بي وابدأ ادوس على كونيكت هبدأ اطلب مني اليوزرنيم والباسورد هرجع تاني ليه الوصف وابدأ انسخ اليوزرنيم يا شباب بالشكل ده وبعد كده هنسخ الباسورد وادوس على اوكي هبدأ اعلم على الاختيار ده وادوس على اي اس تمام كده شباب زي ما تشايفين البي بي اس اشتغل معايا على وينوز حلاشر بدون اي مشاكل هبدأ بعد كده اخش على زيز بي سي عشان اخش على بتاعي المفروض ان انا انشأت برطيشن او اه ارس صلبي بمساحة متين واربعين جيجا اللي ظهر دلوقتي معايا اربعة وسبعين جيجا طيب هبدأ ايجي على سطح المكتب هبدأ ادوس على زيز بي سي كليك يمين وانزل على اختيار المانج بعد كده اخش على الديسك منجمنت هتظهر معايا الرسالة دي هدوس على كانسل هلاقي هنا البرطيشن اللي مساحته مية خمسة وستين جيجا هبدأ اعمله نيكست 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 فينش. تمام كده يا شباب خلاص انا بقى معايا اتنين برطيشن. زي ما شايفين كده. بعد كده هبدأ فيه تنصيب برنامج الجوجل كوروم. ملاحظة برنامج الاتج بيبقى فيه بعض المشاكل اثناء التصفح وتحميل الجوجل كوروم. فانا نزلت البرنامج الجوجل كوروم على الجهاز عندي. هبدأ ان انا اخش عليه واخده كوبي بالشكل ده وارجع عليه الفي بي اس مرة اخرى. وابدأ ان انا اعمله بسط. بعد كده هبدأ اعمل له امر تثبيت. تمام كده شباب وبكده اكون سبت برنامج الجوجل كوروم وقدرت ان انا اسبت ويندوز حداشر على في بي اس موقع برامات تمانية جيجا وبروسيسور اربعة. اتمنى لو استفدت من الشرح تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان تتابع كل جديد وما تنسناش بالدعوة والتعليق الجميل ونتقابل فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.